خليني أروح مع حضراتكم إلى بعد شهر من الخلافات شهر من الخلافات الطاحنة بين أجنحة الاتحاد الأوروبي بعض الدول اللي بعيد عن روسيا مش فارق معهم زي إيطاليا بعض الدول اللي قريبة من روسيا زي ألمانيا وبولندا بعض الدول الأخرى اللي ما فيش مشكلة عندها في الغاز زي اليونان بعض الدول اللي بتعتمد على الغاز المسل الأمريكي بعض الدول اللي بتعتمد على الغاز الروسي كانوا عايزين الفكرة يضعوا سقف حد أقصى لسعر الغاز انت متخيل الموضوع احنا كلنا في الإعلام بنتناوله على انه هيوفق ولا مش هيوفق سقف وضع سقف لسعر الغاز فبنقول وفقه لا الحمد لله وفقه بقى 188 خلاص لكل كيلو وات ساعة الميجا وات ساعة او 188 يورو للميجا وات ساعة ده اتفق وخلص عليه يعني ده كان الاول سعر الغاز للميجا ساعة ميجا وات 245 وبعدين هبط شابة 210 فشغال بيطلع بينزل خرب الميزانيات الاوروبية وخلى المواطن في اوروبا بيعيش اسوأ يا بحياته الغاز والغزاء والدنيا بايزة فالاتحاد الاوروبي كده تفتق زهنه على فكرة احنا بقى هنحط حد اقصى لسعر الغاز فالناس تقول هيوفقوا ومش هيوفقوا روسيا تزعل بولندا تزعل المانيا بتقول لا اطلايا بتقول لا الفيلم ده كله مش تهمني لم اعيروا اهتمام مش دل المفروض نهتم به الحاجة المهمة الخطيرة الكارثية التاريخية اللي هتسجل في كتب التاريخ الاقتصادي الناس لم تنتبه ايه هي؟ انتبه ابراهيم انه دول الاتحاد الاوروبي اللي هي قبلة الرأسمالية في العالم الرأسمالية والليبرالية النيوليبرالية الجديدة اللي بتقول لا تدخل من الدول في الاسعار بل الاسعار تفاعلات للعرض والطلب مش دل بيقولوه مش ده اللي أعلمهه لنا مش ده اللي أحفظه لنا مش ده اللي كل الناس اللي هم أنبياء النظام الرأسمالي في العالم رأسمالية متوحشة رأسمالية ودودة رأسمالية منبطحة كل أنواع الرأسمالية بتقول إيه عدم التدخل في السعر على الإطلاق كلما تقترب من صناعة السعر كلما كفرت بالنظم الرأسمالية وارتكبت إحدى الكبائر الرأسمالية والكبائر الرأسمالية تدخل في السعر صناعة السعر او الحماية اكبر جريمتين بيمثله كبيرتين في النظام الرأسمالي ان يكون هناك تدخلا حمايا ان بتحمي سلعة او دعم تقدم دعم للناس المنتجين او بتحط سقفل السعر او بتسعر دي محرمات رأسمالي كبائر رأسمالي ارتكبت اليوم احدى الكبائر الرأسمالية داخل البرلمان والانتحاد الاوروبي اللي قال وضعنا سقفا لسعر الغاز 188 يورو للميجاوات ساعة من الغاز وده نيكاية في روسيا عشان نهبط الاسعار عشان المواطن يقدر يعيش في الشتاء القارس يعني ما جرى اليوم في الاتحاد الاوروبي بيحتاج منا ان احنا نفتح لو صفحاته نكتب النهاردة يوم 19 واليوم 18 تم الموافقة على وضع حد اقصى الاسعار الغاز في اوروبا ده مش خبر اقتصادي ده خبر في فلسفة النظام الرأسمالي يجب ان ينتبه اليه الناس وانا في تقديري انه ما جرى في الولايات المتحدة الامريكية الرئيس بايدن حط 200 مليار تقريبا 200 مليار دولار لدعم انشطة صناعة الضفاير والاشباه المواصلات ده دعم دعم مباشر والولايات الصادقة في امريكا بتاعت صناعة الحدود الصلب دعم وحط حاجات زي رسوم اغراق على المنتجات الصينية ده حماية للمنتجات الامريكية ده امريكا تعالى على اوروبا مشكلة لبن الاطفال بين امريكا وبين اوروبا مشكلة الغاز بين امريكا وبين اوروبا وبعدين اوروبا تروح عاملة سقف للسعر يعني النظام الرأسمالي الامريكي والاوروبي اللي هو مغرق في الرأسمالية بيرتكب محرمات من وجهة نظر اللي بيقولها كل شوية ويتحول تدريجيا تجاه النظام الاشتراكي والنظام الاشتراكي اللي قبلته الصين وروسيا بيتحول تلقائيا الى الحرية والى العولمة والى حرية التجارة لانه بيستفيد منها بالتالي هناك دوابان في الفكر الرأسمالي الغربي وهناك دوابان جزئي في الفكر الاشتراكي والشيوعي ويقترب لاتنين من بعض في منطقة اخرى جديدة في تقدير هذه المنطقة هي اللي بيرسل فيها النظام الاقتصادي الجديد يبقى الصين الشيوعية اللي بتقول حرية التجارة وبتستفيد من حرية التجارة وعايزة تشتغل وتصدر وغيره ضد الحماية امريكا اللي بتعمل حماية وبتعمل دعم اوروبا اللي بتحط الزائد دول تخلوا عن بعض مبادئهم الرأسمالية دول تخلوا عن بعض مبادئهم الشيوعية الاتنين اتحركوا في منطقة انا اتصور هذه المنطقة هي المرسم اللي بيرسل فيه النظام الرأسمالي الجديد ده طبعا اعتقد انه هيبقى حادث او حدث له ما يليه ترجمة نانسي قنقر